الرجل العاقل الحكيم يقدر الظروف التي تمر بها المرأة من معاشرة الأطفال داخل البيت طوال الوقت ضيق المكان أيضا سبب آخر الرجل قد يكون عنده ضغوط بره البيت لكن أيضا المرأة عندها ضغوط داخل البيت ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ أنا أتمنى من كل الواحد يتابعني الآن يعترح علينا حل قل رأيك اللي اتابعني أنت الآن قد يكون وراء إن شاء الله أنا حقيقة مسرور جدا طبعا جيني رسائل واتصالات من كثير ما شاء الله من المثقفين من المثقفات وأيضا يعني فضلاء جزاهم الله خير أتمنى يتشركوننا عطونا رأيكم أنتم عطونا رأيكم الرجل ما يوجد الرجل لا يمر بضغوط لكن هل أبنائي هم موطن تفريج هذه الضغوط؟ الأمر الآخر ذكرته من محمد بعض الأحيان المكان نفسه ضيق المكان أنا أعرف ناس ما يحبون السفر والسبب ما هو؟ يقول أنا عايش في بيت كبير أروح أسافر أسكلي في غرفتين ثلاث غرف هذا فوق هذا قاعد هذا مقابل هذا بعض الناس كده نفسيا يتعب أنا أعرف ناس فضلاء حتى الزحام ما يحبه إذن شخصية الإنسان لذلك الآب الحكيم لا تفرض جميع أجندتك داخل البيت لا حد يتكلم أنا موجود لا حد يقول رأيه لا ما يصلح كده يا أخوي إذا أردت أن تعيش سعيدا في حياتك حاول أن لا تركز على هذه الأسباب الأمر الآخر الأبناء ليسوا مكان لتفريغ الشحنات من أول ما يدخل البيت يضرب هذا طيب بسألك سؤال أمهم في البيت لها ست ساعات و سبع ساعات و ثمان ساعات من يجلسوا من النوم و هي معاهم هذا ضربني هذا طقني هذا أخذ لعبتي هذا ما أكل هذا ما شرب هذا يحتاج حمام أكرمكم الله هذا عنده مشكلة مع أخته هذا عنده وهي قاعد قاضي منك عدو من النوم إلى أن جيت أنت طيب هل هل علاجنا في الضرب لا علاجنا ليس في الضرب لذلك أنا أتمنى في الحقيقة أننا فعلا نحاول أن نغير النمطية بهذه الطريقة حتى لا نقع في هذه الأزمات داخل البيوت أسباب تافية فعلا ولكن أيضا لابد أن نعالجها السبب الآخر من أسباب